المشكلة الآن في البيتين الكردي والسني البيت السني هناك حقائق وزارية الثلاثة التي هي التخليط والدفاع والتجارة هناك صراع غاضص ما بين الشركات السيادية السنة أو هذه الوزارات لأن هذه الوزارات تعتبر وزارات سيادية وتقيلة جدا وما سترى ممكن أن تطمع جمهور إن استطاعت أحد الجهات أن تحظى بهذه الوزارة فبالتالي الصراع كبير على أوجه في البيت السني وكذلك عملية التبني لرئيس الجمهورية من قبل أخوات كل كل الجهات الآن أو الجهتين الكبيرة لأخلق بكردستان تقول لا نتبنى السيد عبداللطيف رشيد الإصالة التسليقية حقيقة كان هناك بعض الإشكاليات اللي موجودة نحن ترفون أنه في السابق كانت هناك كثة سياسية كبيرة اليوم أفولة نجمها حقيقة يعني فعدت بتسليقية كانت صغيرة في الماضي اليوم بدأت تتفضل لمشهد السياسي فبالتالي عملية إجحاب لهذه الكتلة الصاعدة اليوم بأن لا تستلم وزارة تليق بحجبها أو بوزنها التي استطاعت الحصول عليه في مجلس النواب العراق أو في الانتخابات الماضية اليوم الحكومة التوافق والتوازن والشرات كما أعلنوا عن الشراتات في هذا هذا الموضوع اللي كان موجود وأعتقد الآن حسن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة